استكمالا لأمثلة الوحدة السابعة تخصيص التكاليف المنتجات المشتركة والفرعية هنأخذ مع بعض اجزامبل نومبر فور مثال أربعة دمام كومباني is one of the world leading corner refiners شركة دمام أيضا زي المثال اللي فات دي رائضة في عمليات تكرير it produces three giant products بتنتج ثلاث منتجات x y and z using a common production process من خلال عمليات انتاج مشتركة ان رجب 1435 دمام reported the following production separable cost and ceiling price information عرضت بيانات عن الانتاج والتكاليف الخاصة والاشياء دي joint cost production units sold units separable cost separable cost دي لها التكاليف الخاصة التكاليف الخاصة اللي هي لو ترجمناها ترجمة حرفية التكاليف اللي هي بتكون منفصلة يعني بعد انفصال والsealing price per unit لو سعر بقى الوحدة والjoint cost في الجويند cost اعطيني 600 الف ريال المنتج x y z البرودكشن المنتج 20000 30500 sold المبايع 15000 28000 45000 السيبرابل cost 400000 200000 300000 selling price per unit 18070 reaches required المطلوب allocate the 600 ser эп lend Soul 62000 joint cost عايزاني نتنایکخصي التكاليف�� مشاركة using the net sels value method عايزاني نتناresser اسير المرادة بطريقة صافي القيمة البيعية solution حل أرسم الرسمة raw materials بصرف عليها المواد الخام giant costs 600 ألف ريال عند spirit of point النقطة الاشتقاق طلع لي 3 منتجات giant products 3 منتجات المشاركة x y z production units 20,000, 30,000, 50,000 كل منتج من 3 x y z له تكاليف خاصة separable cost للمنتج x 400 ألف sr y 200 ألف sr z 300 ألف sr sharing per unit كانت 180 70 لو ما نيجي نحل بطريقة net sales method صحف القيمة البعية لابد ان احنا نجيب الاول القيمة البعية لو انا ضربت المنتج في سيار البيع production units لوحدات المنتجة في ceiling price per unit هيديني القيمة البعية ككل نرجع نخصم منها separable cost يبقى دول كده ينضربوا ببعض وبعد الضرب اللي يطلع اطرح منه separable cost يديني صف القيمة البعية زي ما هنشوف دلوقتي في خطوات الحل يبقى عند joint products xyz هجيب sale value القيمة البعية القيمة البيعية لكل منتج اللي هي بتيجي بدرب من ضرب production units لوحدات المنتجة في ceiling price per unit فالمنتج الاول كان البروداكشن منه 20 الف unit اضربه في ceiling price per unit اليمية يبقى 20 الف في مية اطلع اتنين مليون تطلع اتنين مليون طيب اقصم منها separable cost التكاليف الخاصة اللي هي 400 الف يبقى 2 مليون ناقص 400 الف تساوي النيت sales value النيت sales value مليون وستمائة الف هاي المنتج واي البروداكشن يونت الوحدات اللي انتجناها 30 الف في ceiling price 80 تطلع اتنين مليون وربعمائة الف تكاليفها الخاصة 200 الف اقصمها من اتنين مليون وربعمائة الف تطلع اتنين مليون ومئتين الف زد البروداكشن يونتس انتجنا منه 50 الف يونتس في السعر ceiling price بريونت سبعين حصل ضربهم 3 مليون وخمسمائة الف تكاليفه الخاصة زد كان تكاليفه خاصة 300 الف يبقى الفرق بينهم هيساوي 3 مليون ومئتين الف اجيب total net sales value اجمالي القيمة البعية نجمع اجمال القيمة البعية تطلع 7 مليون يبقى لو انا عايز اخصص بقى التكاليف المشتركة اللي هي 600 الف الجوينت كاست الجوينت كاست عايز اخصصها على ال x وال y وال z لو قدت 600 الف وضربتها في مليون و 600 الف تقسيم 7 مليون يطلع على نصيب x ولو ضربت 600 الف في 2 مليون و 200 الف على المجموع الكل اللي هو 7 مليون يطلع نصيب ال y ولو ضربت 600 الف في 3 مليون و 200 الف على 7 مليون يطلع لي نصيب z زي ما هنشوف بالتفصيل الجوينت كاست اللوكيشن تخصيص التكاليف المشتركة اللي هي 600 الف عايزين نخصصها على الثلاث منتجات يبال جوينت كاست فور اكس بروداكت للمنتج x قد 600 الف في مليون و 600 الف على 7 مليون تطلع 137 143 جوينت كاست فور y بروداكت للمنتج y 600 الف في 2 مليون و 200 الف على 7 مليون تطلع 188 و 571 جوينت كاست فور واي بروداكت 600 الف اضربه في 3 مليون و 200 الف على 7 مليون تطلع 274 و 286 نتأكد حالينا صح والغلط لو جمعنا دولة اللي احنا خصصناهم لازم ان المجموعة التوتل التوتل لازم يساوي الايه 600 الف اللي هي الجوينت كاست جوينت كاست شكرا